لكن سيدة فاطمة النبوية جات مصر في آخر أيامها وقعدت في مصر ما نقدرش نعرف عدد السنين اللي عادتهم بأد إيه لكن حاكم مصر احتفل بيها جداً واهتم بيها جداً ليه؟ لأن الشعب المصري كله لما يعرف أن في حد من سلالة النبي رئيس السلام يجي على أعتاب ويعد وانت طبعاً عارفين القصص الشعيرة لسيدة زينب و سيدة نفيسة ورقدت السيدة فاطمة النبوية هنا والروح في البرزخ ولكن الناس اللي هم سابوا حاجات في الحياة الحاجات بتفضل وبتعيش بينها وبتعيش بينها وبنتعلم منها حاجات كتير يعني يذكر عن السيدة فاطمة النبوية أنه ابنها محمد الديباج وده كان قمر من أقمار بني هاشم وده ابنها من عبد الله بن عمر ابن عصمان بن عفثان نقل عنها أنها أوسطهم بتوصيهم بقى هم معهم قولوا لهم ظروفهم ما ده تمام يعني يعني نورسين من حسن المثنى نورسين من عبد الله بن عمر قولك بدي بدي يعني كان مؤخرها مليون دينار فقالت لهم إيه بقى يا بني منال أحد من أهل السفة بسفههم شيئاً ولا أدركوا من لذاتهم شيئاً إلا وقد أدركه أهل المرؤات بمرؤتهم فاستتروا بسطر الله يا حلوتيك يا جمالك أو جالك تاني طبعاً يا بني ما نال أحد من أهل السفة بسفههم شيئاً ولا أدركوا من لذاتهم شيئاً إلا وقد أدركه أهل المرؤات بمرؤتهم فاستتروا بسطر الله هذه هي فاطمة النبوية شوف كمان هي كانت عندها ولد يسمى المحد الخالص حتة ألماظ ليه؟ لأنه أمه من الحسين وأبوه من الحسن هو أول واحد المحد الخالص دي معنى الكلمة ده كان ابنها اللي هو من الحسنين أول ولد يطلع كده وطلعت بعد كده بقى زر كده يعني جيناته من هنا ومن هنا مفيش حاجة من أي حتة تانية فسألوه ليه ما صرتهم أفضل للناس؟ فبدون تبكير رد عطوة ألا أن الناس كلهم أو كلهم يتمنوا أن يكونوا مننا ونحن لا نتمنى أن نكون منهم ترجمة نانسي قنقر